موسيقى أهلا بكم أحية الطوائف المسيحية التي تتبع تقويم الغربي أحد الشعانين بقدديسة وزيحات العيد وحمل الشموع وأغصان الزيتون وسعف النخيل وقد نشد البطريارك الراعي المسؤولين السياسيين تقدير خطورة الوضع والاحتكام إلى الحوار لتشكيل حكومة تعمل بجدية لإقرار قانون جديد للانتخابات وتضبط الأمن في الداخل وعلى الحدود وخاصة مع سوريا وتحرص على أن لا يكون لبنان ممرا أو مقرا لأي سلاح كما دعا الراعي أطرابلسيين إلى وقف الاقتتال وإلى التفاهم بعيدا عن الأحداث في سوريا واليوم خيم الهدوء على مدينة طرابلس إثر مواجهات عنيفة ليلا بعدما أنهى الجيش عمليته العسكرية وانتشر على كافة المحاور مسيرا دوريات مؤللة ومقيما حواجز ثابتة وفي الدوحة التأم مجلس وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية الرابع والعشرين والمقررة الثلاثاء المقبل وقد أشاد رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بجهود رئيس الائتلاف السوري أحمد معاذ الخطيب كما رحب بانتخاب غسان هيتو رئيسا للحكومة الانتقالية وقال نتطلع إلى مشاركته ما في القمة وقد تلقى الائتلاف السوري دعوة رسمية للمشاركة في القمة إلا أن الخطيب أعلن عبر صفحته على الفيسبوك استقالته من رئاسة الائتلاف وقال إنه استقال كي يستطيع العمل بحرية لا يمكن توفرها في المؤسسات الرسمية وليبر بوعد قطعه في حال وصول الأمور إلى خطوط حمراء غير أنه لم يوضح ماهيتها وما لم يقله الخطيب أوضحه المعارض السوري ميشيل كيلو عندما اعتبر أن الاستقالة تأتي في سياق موقف الجيش الحر حول رفضه حكومة غير توافقية البداية من طرابلس حيث نفذ الجيش انتشارا كثيفا وسط هدوء حذر على كافة المحاور التفاصيل مباشرة مع زميلة رونالد حلبي رونياتك العافي تفضلي ألي عافيك رائد كما ذكرت فإن الاشتباكات احتدت ليلة أمس بشكل كبير على جميع المحاور بين جبل محسن وبيب التبينة حتى ساعات متأخرة من الليل وسمع ذوي القذائف والأعيرة النارية حتى نحو الساعة الثالثة فجرا حيث دخل الجيش اللبناني وأحكم سيطرته على كل هذه المحاور ولكن طبعا بطبيعة الحال رائد هناك كثير من السكان نزحوا من هذه المناطق خوفا طبعا على عائلاتهم من هذه الاشتباكات وأود الإشارة رائد إلى أنه منذ بدء هذه الاشتباكات يوم الخميس ليلا وحتى اليوم الحصيلة ارتفعت إلى سبع قتلى ونحو خمسة أربعين جريحا طبعا بينهم شهيد للجيش اللبناني اليوم رائد الوضع يبدو هادئا حتى الآن هناك رصاصة قنص واحدة فقط نالت من مواطن في حي الغرباء وهو متاخم لباب التبين وقد نقل إلى المستشفى الإسلامي للمعالجة علما أن إصابته ليست خطيرة إذن هناك هدوء حذر يخيم على المنطقة طبعا اليوم في أحد الشعانين هناك هدوء أيضا سياسي ليس هناك أي تحركات على المستوى السياسي هنا في المنطقة وهناك طبعا عدد من القداديس اليوم أحدها في كنيسة مار مارون هنا في طرابلس ترأسها راعي أبرشية طرابلس للموارنة وتطرأ خلالها إلى الوضع هنا في المنطقة مشددا على ضرورة الحفاظ على الهدوء وأيضا داعيا الجميع إلى العودة إلى الهدوء وفض هذه الاشتباكات أيضا رائد كان الكاردنال الراعي في قداس أحد الشعانين اليوم أيضا دعا أهل طرابلس هنا إلى وقف هذا الاقتتال وسفك الدماء إذن حتى الآن رائد الوضع هادئ حتى الآن وكان أيضا لنا حديث مع مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي عبداللطيف في صالح وهو ناشد حماية أهالي جبل محسن طبعا رائد نحن هنا في انتظار أي جديد سنوافقكم به في حال وروده رائد شكرا لزميلة رونال حلبي احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي اليوم بأحد الشعانين أحد دخول السيد المسيح إلى أورشاليم فازدانت الكنائس بالصعف وأغصان الزيتون وبدأت القدديس فيها تحضيرا لأسبوع الألم وفي بكيركي أشار البطريارك الماروني ماربشار بطرس الرعي في عضة قداس الشعانيني إلى أن الكنيسة والسلطة السياسية مدعوتان للتعاون لخير المواطن وحقوقه ومصيره ولتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة وحماية الوطن في وحدته وشرفه موضحا أن الكنيسة لا تتدخل في شؤون السلطة السياسية لكنها تنظر إلى نتائج وجود هذه الأنظمة وعندما تأخذ الكنيسة موقفا معارضة فعلى القوى السياسية أن تستلهم لتصحيح مواقفها لافتا إلى أن الكنيسة تعطي حكمها الأدبي في كل شؤون خاصة الشأن البشري ولا يحق للكنيسة أن تصمت عن المظالم وعليها أن تعطي صوتا لمن لا صوت له ولا يستطيع أحد أن يوقفها عن ذلك نناشد المسؤولين السياسيين تقدير خطورة الوضع والجلوس إلى طاولة الحوار بروح المسؤولية والضمير الوطني من أجل تشكيل حكومة قادرة يرتاح إليها المواطنون تعمل بجدية على إقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري حماية للديموقراطية ولتداول السلطة اللذان يميزان لبنان حكومة تضبط الأمنة في الداخل وعلى الحدود وبالأخص مع سوريا وتدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام حكومة تعزز الميثاق الوطني ولسيما لجهة حماية لبنان من أن يكون مقرا أو ممرا للسلاح إلى أي بلد آخر ولجهة حفظ حياد لبنان الإيجابي بحيث لا ينخرط في تحالفات عسكرية إقليمية أو دولية بل يلتزم قضايا السلام والعدالة وحقوق الشعوب ونبذ العنف والإرهاب والحرب وفي المناسبة ندعو إخواننا في طرابلس إيقاف الاقتتال والتفاهم والاحترام المتبادل بعيدا عن تداعيات الأحداث الجارية في سوريا التي نرجو لها مخرجا آمنا بالحوار والتفاوض رحمة بالمواطنين الأبرياء وحماية للعيش معا بانسجام وتكامل انطلقت في العاصمة القطرية دوحة اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية العادية الرابعة والعشرين والمزم عقدها في سادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر الجاري ويبحث المجتمعون عددا من الملفات الشائكة التي تصدرها ملف الأزمة السورية وتداعياتها الداخلية والإقليمية وإمكانية منح مقعد دمشق في الجامعة للإئتلاف المعارض خاصة بعد انتخابه غسانهيتو رئيسا للحكومة الانتقالية والتي لم تتألف حتى الآن وقد تسلمت قطر رئاسة القمة من العراق ومنذ البداية أيدنا ودعمنا كافة التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله بنفسه وإدانة كافة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والسلمي ودعم الحوار الوطني ورض كافة أشكال التدخلات الأجنبية في الأزمة السورية حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها وهنا لا بد من الإشادة بجهود سعادة الأخ معاذ الخطيب رئيس الإتلاف الوطني لقوة ثورة والمعارضة السورية في الانتقال بالعملية السياسية إلى هذه المرحلة المتقدمة ونرحب بانتخاب السيد غسانهيتو رئيسا للحكومة السورية الموقتة ونعتبر ذلك خطوة مهمة وضرورية في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية فأننا نتطلع لمشاركتهما في القمة العربية بعد غد تنفيذا لقرار المجلس الوزاري العربي في اجتماعه بالقاهرة يوم السادس من مارس الحالي ونؤكد للإتلاف الوطني لقوة ثورة والمعارضة السورية الممثل الشرعي للشعب السوري أننا معه حتى يحقق هدف المشروع بإقامة نظام عادل في سوريا يحترم حقوق جميع السوريين ويحقق الحرية والعدالة ويحافظ على وحدة سوريا ويصون أمنها واستقرارها وسيادتها ويصورنا الأمل في إمكانية تحقيق الحل السياسي الذي يمكن وحده أن يجنب الشعب السوري المزيد من الويلات هذا الحل مازال ممكنا متى كان هناك موقفا عربيا موحدا ومتمسكا يستطيع أن يصوغ موقفا إقلاميا داعما ويدفع كما تقضي مسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدولي أعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه كان لابد من إحداث صدمة تخرق جدار الأزمة علها تعيد خلط الأوراق وتدفع إلى مقاربة جديدة للوضع وقال في حديث للحياة أن يتم ترشيحه لتأليف الحكومة من أجل المنصب غير وارد يجب أن نعرف ما هي الحكومة المقبلة وطبيعتها وممن ستتألف وهل تكون نتيجة الترشيح وتشكيل الحكومة مفيدة وإيجابية للقبول بالترشيح لدي شروط وردا على سؤال عما إذا كانت تصل به أي من قادة قوى الرابع عشر من أذار وتيار المستقبل بعد الاستقالة كشف أن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة قد اتصل به كما اتصل به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبسؤاله عما دار بينه وبين الحريري أجاب ميقاتي قال كلاما وديا وأضاف مبتسما قال لي أهنئك على هذه الخطوة الجريئة وردا على سؤال عما يقال عن أنه قام بالخطوة بإحاء من الخارج أجاب قمت باتصالاتي مع عدد من ممثلي الدول لتوضيح أسباب ما قمت به ثم استدرك قائلا أجريت اتصالات مع ممثلي ست أو سبع دول بعضها من دول المنطقة اتصلت بها قبل إقدامي على الاستقالة ومعظمها اتصلت بها بعد إعلان الاستقالة الرئيس نبي بر توجه عبر النهار لقوى الرابع عشر من أذار قائلا على حد علمي أنهم كانوا يطالبون بإيقالة حكومة ميقاتي ويقدمون شروطا من نوع التشديد على الاستقالة للمشاركة في الحوار أقول لهم أن الطريقة مفتوحة يا إخوان إلى الحوار برعاية الرئيس سليمان وحصر بر الحوار بموضوعي الحكومة وقانون الانتخاب ويفضل عقد جلسة حوار ولو واحدة قبل البدء باستشارات التكليف أهلا بكم الجديد قال مسؤولون حكوميون أن متمردين من جمهورية أفريقيا الوسطى قد سيطروا اليوم على العاصمة بانجي مما أرغم الرئيس فرانسوا بوزيز على الفرار عبر نهر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة وقال المتحدث باسم الرئاسة أن المتمردين قد سيطروا على كل المواقع الاستراتيجية في العاصمة قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى العراق اليوم وقال مسؤول أمريكي كبير أن الوزير سيحث رئيس الوزراء نور المالكي على التأكد من أن الطائرات الإيرانية التي تحلق فوق العراق لا تحمل أسلحة إلى سوريا وأضف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن واشنطن تعتقد أن مثل تلك الرحلات تتم بشكل شبه يومي لكن الحكومة العراقية فتشت طائرتين فقط منذ يوليو تموز الماضي ومدى المسؤول يقول سيكون مباشرا جدا مع رئيس الوزراء المالكي بشأن أهمية منع الطائرات الإيرانية من التحليق والعبور من خلال الأراضي أو على الأقل تفتيش كل طائرة من هذه الطائرات وتابع المسؤول أن كيري سيطلب أيضا من المالكي والحكومة العراقية إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوة قتل رئيس مجموعة إسلامية صغيرة في الإمارات خلال القتال في سوريا ضد النظام بحسب ما أفادت مجموعات إسلامية في ثلاث دول خليجية في بيان وأكدت أحزاب الأمة وهي مجموعات صغيرة غير شرعية في الكويت والسعودية والإمارات أن محمد العبدولي قتل في محافظة الرقة في شمال سوريا خلال القتال وذكر البيان أن العبدولي وهو ضابط متقاعد في الجيش الإماراتي من إمارة الفجيرة وسجين سابق كان رئيس حزب الأمة في الإمارات التي تحضر قيام الأحزاب وكان العبدولي سجن لمدة سنتين اعتبارا من العام 2005 من دون محاكمة بحسب البيان الذي ذكر بأنه احتفظ سرا بمنصبه كرئيس للحزب هل تستطيع حكومة تصريف الأعمال إجراء انتخابات نيابية؟ وماذا عن انقضاء ولاية المجلس الحالي؟ تقرير جاد غسن استقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال والبلاد مقبلة على انقضاء ولاية المجلس النيابي وما من قانون جديد للانتخاب في الأفق يستذكر النائب السابق بخير الظاهر يوم أبعدته الفوضى عن صدة الرئاسة الأولى وكيف أنتج الفراغ جمهورية الطائف ليؤكد بعد نحو عقدين من الزمن أننا لم ندخل فراغا آخر حتى الساعة على الأقل ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل أن يليها ثقة أو بعض استقالاتها وإعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال معناها أنه مضطرة أن نتمارس صلاحياتها من الحكومة يعني بدك تسويها الأضايا الحكومة قادرة أن تسويها منها الانتخابات النيابية؟ هذا أقل شيء الانتخابات النيابية أهم شيء يعني بقصد أنه الانتخابات النيابية هذا استحقاق دستوري والحكومة قادرة أن تشرف على الانتخابات وتعين مواعيد ومهل وتقوم بكل الإشراءات اللازمية لانتخابات النيابية لكن ماذا لو لم يقر قانون جديد للانتخاب وأراد المجلس الحالي تمديد ولاياته؟ إذا أجه مجلس النواب وقال أنا بدي أكبر الولاية مش أربع سنوات بدي أكبر الولاية أربع سنوات وثلاثة شهور بيزيد ثلاثة شهور لو كان فيه بالمجلس خمسة وستين نايب ثلاثة وثلاثين نايب قادرين يعدوا هلأمون قطع عشرين حزيران ملتق من مجلس النواب التي يمدد لنفسه وبقينا على الحال إحنا فيه شو؟ ساعتها كارسي ساعتها صرنا بفراغ تشريعي خلص مبع في مجلس النواب يعني مبعفش حكومي إذا استقالت بتضل تصرف عمال إلى ما شاء الله حتى تألف حكومي تاني لكن مجلس النواب إذا راح ما في حدا يحل محل معنية صرنا بدون مجلس النواب صرنا بدنا عادية من جديد يمكن أن تنعمل هيئة تأسيسية ونجعل نعاد النظر بالنظام وهذا ما لازم يسير إطلاقا لأنه هذا أخطر شيء ممكن أن تتعرض له الدولة لم تكت تمر سنوات على تجربة اللبنانيين حكم أنفسهم من دون وصي أو محتل حتى غابت الموازنات وانتشر المسلحون وتكاثر الخطف والإطارات المشتعلة وغيرها ليعود مخيل الظاهر إلى مواجهة الفوضى مرة أخرى فهل من طائف جديد؟ أم يكون السعي لمجرد الحفاظ على ما تبقى؟ اللواء علي الحاج يؤكد في مقابلة مع زميل رامي الأمين أنه عائد بعد شهرين لتولي منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بحسب الأصول القانونية إذا لم تؤلف حكومة جديدة ولم يجري الاتفاق على تعيين مدير عام أصيل يستعد اللواء علي الحاج للعودة إلى منصبه السابق بعد أن يحال اللواء أشرف ريفي على التقاعد يبدو اللواء الحاج واثقا أنه سيعود من جديد مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي ولكن عليه أن ينتظر شهرين هما المدة المتبقية للمدير العام بالوكالة العميد روجي سالم قبل أن يحال على التقاعد بدوره وهنا يصير الحاج صاحب الرتبة الأعلى الوحيدة المخولة تولي إدارة المؤسسة كما يقول واليوم وصلنا للأمر المحتم ضابط يحال إلى التقاعد وضابط في الخدمة الفعلية موجود فلذلك الحالة اللوائعين فيها هو أنه أنا الأعلى ردبي في قوى الأمن الداخلي حتى بعد شهرين الوكيل ما بعد في وكالة ولا في أصالة طب يا أخي من يسير أمر المرفق العام أكيد الأعلى ردبي فلذلك نحن أمام القانون وليس أمام تجازه بسياسي من هون أو من هونيك رأي الحاج الذي يتحدث إلى الكاميرا من دون إذن وزير الداخلية يعارضه مروان شربيل الذي استند إلى تعليمات داخلية صادرة عن الحاج عام 2005 تنص على أن يتسلم في حال غياب المدير العام نائبه بالوكالة المعين بمرسوم ومن بعده يتسلم الضابط الأعلى رتبة في مجلس القيادة وفي هذه الحال بحسب الوزير شربيل يكون العميد إبراهيم بصبوس هو المرشح بعد العميد روجي سالم لللواء علي الحاج بيد أن الأراء القانونية تؤكد أن ما يحكم عمل المؤسسات العسكرية هو نظام التراتبية وبالتالي فأن الحاج الذي لا يزال في السلك برتبة لواء هو الأحق بعد إحالة العميد سالم على التقاعد طبعا إذا لم تؤلف حكومة في غضون شهرين تقوم هي بتعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي بحسب الأصول إذا ما تعين أصيل أنا المدير عام قوى الأمن بحكم الأنون بحكم الأنون يعني يعني ما بحاجة لحد وبعدين قصة لأن كمان نوضح للرأي العام أنا لست طامعا أو طامحا يعني ما فيه الموضوع مش هذا هو الهدف الاستراتيجي لإلك أنت لك إعتباري إليك حق طبيعي بتأخذ الدولة بتعطيك إياه شو أنا ضابط وين؟ أنا ضابط لبناني في مؤسسة لبنانية تابع للخاضع للأوانين اللبنانية وليت جنبات ربط موضوع موضوع اللي أشرف لي فيه بفرع المعلومات لفرع المعلومات هو جزيرة مستقلة عن قوى الأمن الداخلي جزيرة مستقلة عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي مؤسسة قوى الأمن الداخلي شو اللي بيحكم عملها؟ مش القانون؟ هي فرصة ذهبية لم تكن في حسبان اللواء الحاج فرصة لعادة الاعتبار إليه بعد الحملة السياسية التي ألقت به ظلما في السجن قبل أن تعطيه المحكمة الدولية حريته من دون الادعاء عليه وهي الحملة التي يرى الحاج أنها لم تنتهي بدليل موقف النائب وليد جنبلاط من تعيينه والذي لا يزال يستند إلى اتهام سياسي يحمل الضباط الأربع مسؤولية اغتيال رفق الحريري وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة أولى نحاس يؤكد في مقابلة مع الجديد أن استقالة الحكومة جاءت بعدما ضاقت مسارات العمل الحكومي وأنها لم تؤلف لتقطيع مرحلة الانتخابات ويقول أن الاستقالة ستفتح آفاقا جديدة أمام الحل استقالة الحكومة لم تكن مفاجئة لكون الاستحقاقات الدستورية المقبلة لا سيما الانتخابات البرلمانية تحتم عليها الاستقالة بحسب وزير الاقتصاد نقول لنا حاس لكن من جهات أخرى ليس موضوع اللواء أشرف ريفي هو ما فجر الأمر عملها الحكومة مسارة هذه الحكومة كان بلاش ضيء لأنه بالنتيجة هذه الحكومة بدأ تفوت تدير مرحلة هي لم تؤلف على أساسها مرحلة اجبال الانتخابات وتغيير الحياة السياسية في لبنان وإيجاد برلمان جديد مع توزينات جديدة هذه الحكومة ما أجت على أساسه أجت هي لتقدر تدي بشؤون البلد شؤون الناس المواطنين تأمن الاستقبار بحده الأدنى وانتظام عمل المؤسسات هذه الحكومة آمد نجحت فيه رغم كل الظروف أنا بعتبر سؤالة الحكومة هتفتح مساءات جديدة هتفتح أفق جديدة وحتسمح بإيجاد حلول لمجمع لكافة المعضلات المطوحة حاليا ولكن يمكن ما حنلقي حلول طويلة حلول نهائية حنلقي حلول مرحلية لمرحلة مؤقتة لحين تتبلور التوازنات الإقليمية وتزورة الدخلية على الرغم من هذا المسار الدستوري والسياسي فإن نحاس يؤكد أن الاستقالة لم يكن مخططا لها منذ قبل ما فيه انتخابات حاليا فيه خلاف كبير على قانون الستين وعلى قانون الستين لم يعد الأدوات التي يشتم على اللبنانيين بما أنه ما عنا حاليا قانون تاني لازم كل فاقاء اللبنانيين بيبويه بحكمه يشوفوا كيف بدون يديروا هالمرحلة الجاية وأنا متأكد أنه لما كل واحد بد يعد بغرفة مسكرة ويفكر كيف مصلحة جماعته أولا والوطن واللبنان حيلاقي بالنتيجة الحل بغم أنا بتمنى أن نفكي بلبنان أولا وبجماعته ثانيا اليوم في ظل غياب حكومة ألا تعتقد أنه تورط الأطراف اللبناني الأخرى في الموضوع السوري سيزيد؟ لكن الحكومة مش غايبة الحكومة هلأ موجودة عم تصرف أعمال الحكومة كانت المظلة اللي بالنتيجة الكل عم يتصرفوا تحت منها بيشتبطها وبأخرى هلأ بالعكس هلأ الأمور مكشوفة أنا رأيي كل واحد يجب أن أعيد حسابيته بس لكن إحنا فعليا فتنا بمرحلة لا انتخابات ولا حكومة برجع بقول الحكومة تصريف الأعمال الماشي بس أنا يعني بقراطة السياسية لابد أن أتجنب الفراغ والفراغ حيجبه بالكل بإيجاد حلول بأسعى وقت ممكن ما ممكن ما ممكن العقل بيفض أنه حدا ينتحد ما حدا ينتحد الفراغ هو انتحار نحاسي يتحدث واثقا أن الحوار هو نهاية المطاف للبنانيين لدراسة النظام الأنسب للمرحلة المقبلة مشيرا إلى أن تطورات الأزمة السورية أساسي لبلورة المرحلة المقبلة كان في النشرة في أحد الشعانين قدديس وأغصان الزيتون والراعي يناشد المسؤولين تقدير خطورة الوضع والجلوس إلى طاولة الحوار الجيش يعيد الهدوء إلى ترابلس قطر تتطلع إلى مشاركة هيتو والخطيب في القمة العربية والخطيب يستقيل من رئاسة الاتلاف دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة